مع توالي فرز أصوات الناخبين أكدت نائبة الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي موفولا موكونيان أن حزبها سيجري مشاورات على ضوء النتائج التي تصدر وأن الحزب يحترم إرادة الناخبين سيكون هناك اجتماع لقيادة المؤتمر الوطني الإفريقي اليوم وسيكون هناك استشارة خارج الاجتماع بين المسؤولين الوطنيين وحتى بعد ظهر الغد سيكون هناك تفاعل مع شعب جنوب إفريقيا ووسائل الإعلام نحن لا نتلاعب نحن لا نتلاعب نفاكر فيما هو جيد للبلاد ونحترم إرادة الناخبين ولهذا السبب دخلنا هذه الانتخابات بنية كاملة وانتصار مطلق للمؤتمر الوطني الإفريقي